هل ممكن ده يعني يدفع الاتحاد البريطاني لأنه ياخد قرار شبه قرار الاتحاد الإيطالي بمنع المحترفين من السفر للانضمام لمعسكرات بلادهم خلال الفترة المقبلة وإزاي ممكن يأثر على استمرارية البطولة المحلية أنا شخصيا لا أعتقد أن سوف تكون هناك إجراءات مثيلة لما كان في إيطاليا وأعتقد على العكس أنه من النادر أن تتخذ مثل هذه القرار لأن البريمير ليج والفوتبول أسيسيشن هم جهتان مختلفتان منفصلتان عن بعضهما وبالتالي البريمير ليج ليس لديها القدرة على أن تتخذ قرارات فيما يخص الكرة الدولية والنوادي الأصلية للفرق وبالتالي ليس من صلاحيات الممنوحة للنوادي أن تمنع لعبها من العودة واللعب لفرقهم والشيء الآخر النقطة الأخرى هو أن الأمر الآن هو على مستوى الكوكب ككل وبالتالي سوف نرى عند نهاية الموسم ما هي النتائج وما هو البرنامج الذي يمكن وضعه وكيف يمكن تخطي مثل هذه المرحلة وبالتالي من سوف يتم تأهيله للكأس والمراحل اللاحقة وكان نتيجة لذلك أرى أن المشكلة ليست على مستوى الكرة المحلية ولكنها مشكلة عالمية صحيح وده سؤال مهم يعني في ظل ارتفاع الأعداد أو تزايد أعداد الإصابات وبتكلم على وجه التحديد في إنجلترا هل وقرر أوروبي عموما يعني هل بنشوف مشاكل كتيرة بتحصل في الدوري الإيطالي بسبب الإصابات بفايلس كورونا هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون فيه تدخل للتحاد الإنجليزي سواء فيما يتعلق بأنه مثلا ممكن يكون فيه تعليق للمنافسات البطولات المختلفة أولا ده احتمال من وجهة نظرك صعب حدوثه نعم قد يكون شيئا محل الاعتبار ولكن ما أراه صراحة هو أن المؤسسات في الدولة الآن هي ترغب في تحقيق الأرباح وبالتالي هي تود أن تمتع مشاهديها وإن توقفنا عن المنافسات والبريمير ليج وبين كوباك أو ساين لا أعتقد أن ذلك سيحدث بل أنهم سيستكملون اللعب وذلك لأسباب اقتصادية والاحتمال الوحيد الذي قد يحملنا ربما إلى مثل هذه القرارة هو الورد كوب لأني لن أرى أن دولة بعينها قد تتوقف عن اللعب وتترك الدول الأخرى تلعب وهي تترجع إلى الخلف وبالتالي الحديث عن موضوع ظهور تطعيم للكورونا فيروس ربما يكون أمل لنا ويمكن بالتالي أن يحول الحقيقة على أرض الواقع وربما تمتلئ إن شاء الله الملاعب بالمشاهدين وبالتالي نتمنى نخلق